أسعد الله مساكم كل خير متابعين حساب سينبايات رح نتكلم في السينبات القادمة عن الترتيل القرآني وأثره على المستمع قال الله سبحانه وتعالى وَرَدْتِلِي لِلْقُرْآنَ تَرْتِيلًا ماذا يعني الترتيل؟ الترتيل معناه كما ذكر الأئمة تجويد الحروف ومعرفة الوقوف لكنه اشتهر بشيء آخر اشتهر الترتيل بين الناس أنه تزيين الصوت بالقرآن وقد ورد في أحاديث كثيرة مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم زينوا القرآن بأصواتكم فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا وأيضا الحديث الشريف تغنوا بالقرآن فكل هذه أحاديث تحثن على تزيين أصواتنا بالقرآن ولكن ما هو الضابط؟ الضابط الذي يجعل الترتيل صحيح هو أحكام التجويد لأن المرتل إذا كان صوته جميل جداً ولكنه لا يتقيد بأحكام التجويد فيعتبر ترتيله غير مقبول لأنه مثلاً مد أكثر من اللازم أو زود غنى أكثر من اللازم أو نطق حرف بشكل غير صحيح عشان والله يكون الترتيل أجمل وأفضل كل هذه قواعد مهمة يجب أن نتقيد بها لكني سأتكلم عن شيء آخر لأن ليس من المناسب الحديث الآن عن التجويد لأن موضوعه طويل جداً رغم أنه مهم جداً كلكم تستمعون إلى قراء سواء أئمة في الحرم النبوي المكي أئمة في أنحاء العالم الإسلامي وكل شخص منكم لديه قارئ مفضل يحب أن يستمع له ويتأثر بتلاوته لكني أريد أن ألفت انتباهكم إلى نقطتين مهمتين النقطة الأولى هناك أنواع متعددة للترتيل بعضها يميل إلى الحزن وبعضها يميل إلى الفرح وبعضها يميل إلى الفخر وقس على ذلك وهذا ما يسمى بالمقامات الصوتية التي تحدثت الحقيقة فيها كثيراً وكيف نربطها بتوضيح معاني القرآن الكريم ويعجبنا الحقيقة أن أسمي هذا النوع من الترتيل الترتيل التصويري لمعاني القرآن الكريم لأن هدفه إيصال المعاني كما أراد الله سبحانه وتعالى وكما يتدبر المسلم من كتاب الله سبحانه وتعالى ويستشعر من آيات الله مثلا قوله سبحانه وتعالى ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون المعنى الموجود في هذه الآية معنى غاية في الحزن فكيف سيرتله القارئ وكيف أنت كمستمع ستستمتع وتتدبر هذه الآية سأقرأ الآن ترتيلين وقولوا لي طبعاً في أنفسكم لأني عذراً بما أنه في مسابقة لن أستطيع استقبال أسئلة على حساب سناب عدد لكني سأضع سناب الخاص لقبول أي استفسار أو أي مداخلة ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون والترتيل الثاني ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون أي الترتيلين أبلغ في معنى الحزن الموجود في هذه الآية مثال آخر يصف الله سبحانه وتعالى ما أعده للمتقين من جنات ونعيم فنقرأها بترتيلين وقولوا لي في أنفسكم أيضاً ما هو الترتيل الأبلغ في إصال معاني القرآن الكريم الموجودة في هذه الآيات إن للمتقين مفازاً حدائق وأعناباً وكواعب أتراباً وكأساً دهاقاً الترتيل الآخر إن للمتقين مفازاً حدائق وأعناباً وكواعب أتراباً وكأساً دهاقاً لا يسمعون فيها لغواً ولا كذاباً أعطيكم مثال في الآية الكريمة وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا الترتيل الآخر وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا يأتي أحد المتابعين الفضل ويقول سمعنا كلامك ومغتنعين فيه ماذا نستفيد من هذا الكلام إما أن تكون أيها المستمع الكريم قارئاً أو إماماً للمسجد فأنصحك بالاعتناب هذا الجانب إرضاء الله سبحانه وتعالى ثم احتساباً للأجر لإيصال معاني القرآن الكريم وتفعيلها في أذن المستمع وبالتالي في قلبه كي يستمتع بالصلاة خلفك ويستمتع أيضاً بالاستماع إلى تلاواتك المنتشرة في أي أن كانت الوسيلة التي انتشرت بها وتتحقق الغاية من إنزال هذا القرآن وهو التدبر واستشعار المعاني مما يستدعي العمل بها قد يكون أحد المستمعين ليس قارئاً ولا إماماً فأقول له أنت كمسلم لديك كنز ومرجع تقرأه لتتعلم منه الأحكام والحكم تتعلم منه العقيدة والفقه والشريع تتعلم منه كل شيء ويوجهك في كل شيء من أمور دينك ودنياك وتأنس به إذا ضاقت بك الدنيا وإذا أثقلت قلبك الهموم فاستمتع أثناء الترتيل استشعر هذه المعاني حين تستمع إلى قارئ للقرآن الكريم وأجر الاستماع للقرآن العظيم خاصة من يتابع قناة آيات أو غيرها من القناوات التي تدبثوا القرآن الكريم في 24 ساعة أريد منك لكي تتلذذ بالاستماع للقرآن الكريم أن تستشعر هذه المعاني من دون وسوسة أن تستشعر هذه المعاني التي ذكرتها كي تجد نفسك قد ازداد حبك للقرآن الكريم وإلى ترتيل القرآن الكريم أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا وبما قلنا أسعد بتواصلكم على حسابي الخاص على سناب شات الذي سأضعه إن شاء الله تعالى في السنابة القادمة كان معكم أخوكم أحمد مقرم متخصص في المقامات الصوتية والأداء ومدير برنامج سناعة القرآن بمجموعة آيات الإعلام القرآني أراكم على خير